تنظر البحرين قدما نحو مزيد من التطور والازدهار في مختلف المجالات حيث تتطلع المملكة إلى انتخابات قادمة تفصلنا عنها أيام قليلة بنظرة ملؤها الأمل والتفاعل بمستقبل مشرق للبلاد وهي تنفذ المبادئ التي اشترك في بلوراتها الشعب وقيادته وتمخض عنها مشروع وطني شامل أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى رعاه الله الرؤية الثاقبة لمستقبل مملكة البحرين المشرق رسم ملامح تطورها وازدهارها المشروع الإصلاحي لحظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد هو المشروع الوطني الجامع الذي يشكل الأساس المتين الذي تقف عليه الإنجازات المتواصلة شاهدة على نجاحه معالم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حددتها وثيقتان أساسيتان هما ميثاق العمل الوطني الذي حظي بما يقرب من الإجماع حيث تم إقراره بنسبة 98.4% في الاستفتاء العام الذي أجري عام 2001 الأمر الذي يؤكد تكاتف الشعب حول قيادته مؤازرا جهود الإصلاح بإرادة حرة وفاعلة أما الوثيقة الثانية هي دستور مملكة البحرين المعدل لعام 2002 بما يتضمنه من أسس ومبادئ دستورية تنظم علاقات وشؤون الدولة وسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الحقوق الأساسية والحريات والمقومات الأساسية للمجتمع وجاء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح متوجا لهذا النهج الإصلاحي وداعما لمسيرة البلاد الديمقراطية يترقب الشارع البحريني الاستحقاق الانتخابي لفصل تشريعي خامس يضع لبنة تلو الأخرى في بناء النهضة والتطور والازدهار ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك عزم الشعب وإرادته الحرة والتفافه المتواصل حول المشروع الإصلاحي الجامع لجلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر